السلام عليكم ثقرير سري إيران اقتربت من إنتاج سلاحها النووي لم تكن مشاركة في القناة الشاركة وإذا كنت من المشاركة لا تسل إعجاب بهذا الفيديو كشف ثقرير سري لمفتش الأمم المتحدة أن إيران اتخذت خطوة جديدة نحو إنتاج محتمل للأسلحة النووية وقالت صحيفة ووبيل ستريت جورنال اليوم الأربعاء أن طهران بدأت العمل على خطة تجميع لتصنيع مادة رئيسية في الرؤوس الحربية النووية وذكرت أنها اتطلعت على تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الدرياح يقول إن إيران أبلغت المنظمة أنها ستقوم بتركيب معدات لإنتاج معادن البروتانيوم في موقع بأصفهان خلال الأشهر الأربع أو الخمس المقبلة ويمكن أن يستخدم معدن اليورانيوم في بناء لب السلاح النووي وذكرت الوكالة أن إيران أبلغت في يناير كانون الثاني من عام 2019 أنها تعتزم إنتاج وقود أكثر تقدما لمفاعل طهران للأبحاث ولكن بعد أن مارست الوكالة ضغوطا متكررة على طهران وضعت الأخيرة خطة في منتصف كانون الأول ديسمبر تقول إنها ستصنع معدن اليورانيوم لإنتاج وقود متقدم لمفاعل طهران وفي المقابل قال مسؤولون غربيون رفعوا المستوى إن إيران لم تصنع معدن اليورانيوم حث الآن ومع ذلك فإن التطور يقرب إيران من عبور الخط الفاصل بين العمليات النووية دات الاستخدام المعدن المحثم مثل تخصيب الوقود النووي لمفاعل توليد الطاقة وأنشطة الأسلحة النووية بحسب الصحيفة وكان الاتحاد الأوروبي قال أمس الثلاثة إنه يتعين على طهران العدول على قرار تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء أعلى وإعطاء الدبلوماسية الدولية فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي المواقع عام 2015 وبدأت إيران الأسبوع الماضي تنفيذ خطتها لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقع 20% على منشأة فوردو النووية تحت الأرض وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرامة الاتفاق النووي مع قوى العالمية لإحتواء طموحاتها النووية في الأخير إذا كنتم من المهتم بعد نوعي من الأخبار لا تسوى للشراك لتتوصلوا بالجديد وشكرا